زيارة هامة وكلمات حاسمة ورسالة واضحة أرسلها العاهل الأردني إلى جنوده وضباته وإلى الأردنيين في العالم بشكل أثار تكهناتاً كبيرة حول استعداد المملكة لخوض معركة الحسم المنتظرة فما القصة؟ على مدار الأيام الماضية تعرضت حدود المملكة الأردنية لهجمة شرسة من تجار الظلام ومهرب الممنوعات ممن يقومون بمحاولات متواصلة لاختراق حدود المملكة لكن تتصدى لهم القوات المسلحة الأردنية بكل بسالة وشجع لكن توطر الموقف على حدود المملكة سواء في الشرق أو الشمال كان محط اهتمام ومتابعة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قرر أن يقوم بزيارة عاجلة إلى جنوده ويرسل عليهم رسالة حاسمة العاهل الأردني زار قيادة المنطقة العسكرية الشرقية حيث حط طائرته المروحية في المقر وسط اصطفاف جنود المنطقة الذين كانوا في انتظار ملكهم بكل جاهزية واستعداد ملك الأردن كان حريصا خلال زيارته تلك على توجيه عدد من الرسائل الهامة أكد فيها لجنود المنطقة الشرقية أنهم فوارس الوطن وسياجه المنيع معبرا عن ثقته المطلقة هو وكل الأردنيين فيهم أكد الملك أن التهريب يهدد أمن الوطن وأنه يثق في وقوفه للمهربين بالمرصاد ووجه رسالة واضحة أكد فيها أن الأردن سد منيع ولا تهون في الرد وبالقوة الملك قال لجنوده أيضا بدي المعنوية تظلها عالية أي شيء مطلوب منا أنا معكم في الأمام عبر الملك عن تقديره العالي لتضحيات الجيش العربي في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وفخره بمرتبات المنطقة العسكرية الشرقية واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم بخاصة في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب الزيارة المهمة تضمنت اطلاع الملك على بعض استعدادات وتجهزات قوات المنطقة الشرقية سواء لمواجهة التهريب أو للتصدي لباقي المخاطر التي تهدد الأردن وأكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة الاستمرار بمواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوظيفها بشكل مناسب في عمل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة كفة ومن جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء الركن الحنيقي جاهزية وحدات المنطقة القطالية والمعنويات العالية التي تتمتع بها مشيرا إلى المهام والواجبات العملياتية والتدريبية اللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات وشدد على استمرار القيادة العامة بتطوير تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها وتزويدها بمختلف المعدات التي تمكنها من القيام بواجباتها العملياتية وبما ينسجم مع طبيعة التهديدات في المنطقة وعلى جميع المستويات وفي نهاية الزيارة ودع جنود المنطقة الشرقية ملكهم مرددين بالروح بالدم نفديك يا بحسين ونجح الجيش الأردني في إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد الممنوعة خلال الفترة الماضية أغلبها كان قادما من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية ونجحت قوات حرس الحدود وبالتنصيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية الأخرى في رصد وتتبع العديد من عمليات التهريب من خلال المراقبات الأمامية والتي أظهرت محاولة مجموعات من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وفي تلك المحاولات كان يتم تحريك دوريات رد الفعل السريع حيث تقوم بصديق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم فهل تؤشر الزيارة على استعداد الجيش الأردني لخوض المعركة الحاسمة مع المهربين؟ اشتركوا في القناة